برحاب القصر الملكي بالرباط انعقد مجلس الوزراء الذي ترأسه الملك محمد السادس في مستهل أشغال المجلس ذكر الملك محمد السادس بإلحاحه في عدة مناسبات على ضرورة احترام نزاهة الانتخابات مؤكدا على دور رئيس الحكومة في الإشراف على الانتخابات أعطى الملك محمد السادس تعليماته لوزيري الداخلية والعدل للصهر على سلامة العمليات الانتخابية والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء لها في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بإقامة المؤسسات وترسيخ دولة القانون صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أقر المجلس مشروع قانون إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضحية إعاقة والنهوض بها إثر ذلك يعتمد المجلس الوزاري مشروع ظاهير شريف بتحديد اختصاصات مفاتيشية البحرية الملكية كما اعتمد خمسة مشاريع مراسيم تخص المجال العسكرية خلال أشغال هذا المجلس قدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2015 وبعد المصادقة على التوجهات العامة لمشروع القانون المالي أقر المجلس الوزاري مجموعة من الاتفاقيات الدولية كما صادق المجلس على تأكيد تعيين عمر هلال سفيرا ممثلا دائما للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك كما عين الملك محمد السادس محمد أجار سفيرا مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف